أشهد وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة بانتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لهذه السنة كأول دولة عربية تتبوأ هذا الموقع الهام كما عبر وزراء الخارجية بمناسبة عقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عن دعمهم للترشيحات المغربية في المنظمات الإقليمية والدولية وفي هذا الصدد حظيت خمس ترشيحات مغربية لشغل مناصبة في منظمات إقليمية ودولية بدعم وتأييد من وزراء الخارجية العرب